دكتور إناس ومسألة إنه أصلاً المستورد أحياناً إنه تم استيراده بطريقة خاطئة وخزنا بطريقة خاطئة يبقى الدواء به سم قاتل زي الفيلم يعني صح؟ صح إزاي بقى إيه الحكاية؟ الحكاية إن بعض الأدواء المستوردة بتيجي مهربة ما بتبقاش مستوردة رسمية عن طريق الدولة فاللي جاي متهرب ده ممكن يكون محتاج درجة حرارة معينة يعني ما نقول إن الدواء ما تزيدش درجة حرارة عشرين هل إحنا جوينا طول السنة عشرين؟ طبعاً لا طيب يبقى حتحفظه فين؟ وفي بعض الأدواء اللي بتحتوي على منتج هرموني ودي لازم تيجي مبردة طول الوقت تبقى موجودة أنا مش عايزة أقولك على المبرد لأنهم مش يعني غالباً محدش بيلجعله لكن هي الأدوية اللي موجودة في علب مكتوبة عليها إن الحرارة ما تزيدش عن عشرين خمسة وعشرين هل وجود مجايب الدواء ده من أي بلد أجنبي لمصر حيبقى محتفظ بنفس الحرارة اللي المفروض يبقى فيها لو جاء قاعد عندنا في مصر الأدوية بتتحتى على اللورفوف ما بتتحتش جوه تكيفات على طول بيقفلوا التكيف ما بيقفلوا الصيدليات بالليل يا نهار أبيضة ما بيدخلواش تلاجة ما بيدخلواش لا لا مش كل الأدوية الأدوية اللي موجودة على اللورفوف حاجات كتير ما تنفعش في مصر تبقى موجودة على رف لأن حرارتنا عمرها ما بتبقى سابت عشرين دي أبداً وفي الصيف لأ فيه صيدليات بتبقى درجة الحرارة في بعض المستشفيات بتوصل حرارة لو استها توصل 48 ده معناها إن المنتج الدوائي ده كده ده بباص أيوه فلازم كمان جوه المستشفيات وده اللي أنا شفته قبل كده في متابعة مع بعض الصيدليات في وحدات صحية فسألت وقالي بنقفل بالليل قلتوا تقفل بالليل إزاي بقى أنت مشغل كونديشن طول النهار والبلد عندك حرارتها عالية تيجي بالليل تقفل مع الصباح يبقى دهو ده كله باص المحطوط على اللورفوف ده كله باص ومن هنا يصبح إن المنتج المحلي أفضل بالنسبة طبعاً لأننا ضمنين أنت عارف درجة حرارته وعارف حيتعمل إزاي وعارفين أم حيمشو إزاي لكن اللي جاي من بره ده ما تضمنش اللي نقلوا نقلوا إزاي ترجمة نانسي قنقر